يعني في البداية تطورات استراتيجية للجيش المصري منذ خليني أقول الساعة الأولى مش اليوم الأول من الهجوم كلمنا عن هذا اليوم الملحمي هذا اليوم العظيم في أذهان المصريين اللي قهر فيه يعني بروباجندا العدو الكاذبة العدو الذي لا يقر يا دي النقطة الحقيقة المهمة قوي في الانتصار اللي هو الانتصار على اليأس أو العبور منطقة مهمة لأنه ما كانش فقط عبور قناة السويس أو هدم الساتر الترابي ثم خط مرليف لكن كان عبور مرحلة من الهزيمة وإحساس بالتراجع وزي ما أنت بتقولي فاكرة أنه الدعاية والحرب النفسية وانتو مش هتقدروا ومش هتعملوا وغيروا وكان عملية التحديث وعملية بقى إيه ما كانش حد يتخيل يعني إذا بنتكلم على أجواء الحرب ما كنت 11 سنة وقتها يعني كنت رحنا لمدارس عادي ومكانت الدنيا وكانش فيه أي أجواء الحرب ويمكن ده الرئيس السادات اللي أرحمه كان تحمل كثيرا من الانتقادات والمظاهرات بتاع الطلاب الجماعات كانوا دولة وقتها كانت بتسيب المظاهرات دي فبتتنقل في جزء مهم جزء من الخداع الاستراتيجية فما كانش حد يتخيل وروحنا لمدارسة رجعنا بيانات الاشتباكات العادية كانش حد يتخيل بنرجع نلاقي البيان رقم 7 اللي هو القوات عبرت كان فيه بقى إيه بين الشك والرجاء يعني يمكن ده كان تعبير الرئيس السادات انه الناس لسه مواخدة أحداث يونيو 67 في المخيلة لكن بدأت الناس تقلب على بي بي سي والمحطات اللجنبية وسط أمريكا وكده فيكتشف ان الكلام ده صحيح وانهم بيأكدوا ده فالفكرة هنا كانت فكرة فيه بناء نفسي فيه بناء عصبي فيه رغبة الحقيقة يعني الحقيقة منذ خمس أيام بس من هزيمة يونيو وكان فيه عمليات في رأس العيش وغيره وجنود عاوزين يأكلوا الأرض ويأكلوا الصحرة والحقيقة يعني يمكن النقطة مش بس كان تسليح بالمناسبة وكانش تسليح مصر أحدث من تسليح إسرائيل بالعكس كان مصر كان فيه نقاش وصدام شبه خلاف مع الاتحاد السوفيتي لأنه كان بيدينا أسلحة دفاعية وكان فيه حرب بردة وكان فيه توافق أمريكي سوفيتي فكان يدينا أسلحة دفاعية الرئيس السادات يضغط ويهدد بإنه يروح للمعسكر الآخر ودي كانت نقطة بعد كده اللي صارت في عقيدة الجيش المصري تنوع مصادر السلاح نحن لا نعتمد على مصدر واحد ممكن ده ظهر في السنوات الأخيرة مع الرئيس عبدالتان السيسي شكل كبير فالحقيقة أنه الأيام دي كانت أيام عظيمة وكان الشعب المصري والقوات المسلحة حاجة واحدة وحتى البيوت نفسها كانت بتتقشف وكان فيه ناس فيه مشهد شهير فيديو موجود دلوقتي ممكن الناس تشوفوا والناس كانت بتروح بانك مصر عشان تتبرع واحنا كنا ممكن يبقى المصروف قرش ساغ أو تلات تعريفة يتبرع بتعريفة خمس مليمات يعني المصروف ما كانش كبير فالفكرة دي كانت سيدة في ضمير الناس إحساسهم بالتضامن العام وإنه دي حرب المصريين مش حرب القوات المسلحة قوات المسلحة هم أبناء مصر والجيش المصري في تاريخه من آلاف السنين هو جيش وطني حقيقي ما فيهش مرتزقة صحيح كل جيوش العالم قد تكون فيها مرتزقة وفيها الجيش ده جيش مجندين فالفكرة العقيدة دي والتضامن وشكل الناس في الشوارع لو النهاردة الناس بترجع للذكريات دي لا الناس كانت حاجة مهولة ومهاته الأباء اللي تظلموا وتحسوا بالحزن خمسة يونيو كانوا فرحانين جداً وكان الناس بتطلع على الإسطح وتمسك وتحاول تدور أبويا كان عنده من ظرف كان بيشوف كان فيه مطار حربي يعني قريب مننا فكان يطلع يتحرك عشان يشوف ده فالناس دي يعني وجه عانت كتير قوي وكمان فرحت بشكل كبير والاحتفالات في الشوارع يعني الراديو ده الإزاعة كانت حاجة التلفزيون كان موجود بس الإزاعة كانت الرئيسية فالأصوات اللي احنا بنسمعها دي كنا بنسمعها لايف وقتها فكان حاجة كبيرة قوي وصحف بنروح نجيب الصحف تاني يوم عشان نشوف التفاصيل الصحافة برضو كانت بتلعب دور مهم قوي والمرسلين الحاربيين لابوا دور مهم جدا